سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم جميعا بدون استثناء على قناة المتواضعة قناة وصفاتي وتطبيقاتي مع بندو اليوم كما راكم تشوفوا جدكم فيديو جديد ووصفة جديدة وهي مملحات بموس كبد الدجاج بس تشوفوا مقادير وطريقة تحضير هذه المملحات كملوا الفيديو حتى الاخير وفرجة ممتعة للجميع اذا نحتاج هنا كمقادير عندي 125 جرام زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة عندي حبابة ايضا عندي نصف فنجال زيت عندي رشة الملح ورشة الفلفل الاسود وعندي فرينة حسب الحاجة بسم الله على بركة الله راح نحضر العجينة في بيعاء راح نحط 125 جرام زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة راح نضيف عليها نصف فنجال زيت عادي ملعقة صغيرة فلفل اسود وملعقة صغيرة ملح راح نخفق هذا الزبدة طرية وباقي المكونات بالخفاقة اليدوية فقط حتى يتخلطوا ذلك المكونات جيدا من بعد راح نضيف عليها حبة بيض كاملة ونواصل الخفاقة بالخفاقة اليدويات قدري تستعملي الكهربائية حتى تتحصل لهذا القوان من بعد راح نبدأ نجمع بالفرينة عادي راح نضيف الفرينة بالتدريج ونبدأ نجمع هذه العجينة حتى تتحصل العجينة طرية وما تلصقش في اليد كيما راكم تشوفو هذا وهذا هو قوام العجينة طرية وما تلصقش في اليد راح نحط هذه العجينة في وعاء ونخليها تريح حوالي ربع ساعة بعد ما ريحت العجينة راح نجيب هذا الكيس البلاستيكي راح نحط العجينة ونبدأ نبسطها بالحلال اليدوي حاول انك ما تدريهاش رقيقة بزاعة فيما انو ما فيهاش الخميرة بعد ما كملت بسطها راح نجيب هذا القطعه الدائريه ورح نشكل دوائر من بعد راح نجيب هذا الليمون انا كنت قلبتهم على الوجه وحطيت هذيك دائرة العجين تقدري تدريها ما مفذك الليمون الخاص بالكاب كيك ولا بالمعدلان هناك الاختيار التام في شكل المول بعد ما كملت شكلت هذي العجينة راح نحطهم في الفرن يكون مسخن من قبل 200 درجه حتى ياخذوا اللون الذهبي من بعد راح نحيهم المول ونزيد نحمر لهم الوجه كما راكم تشوفوا ونخليهم على جنب يعني يبردوا تماما راح نحضروا موس للكبد نحتاج كمية من كبد الدجاج عندي سناد ثوم عندي ورقارند ملح فلفل اسود وكسبر وعندي ماء ساخن في كسرونة ولا في تنجرة راح نحط الزيت والثوم راح نزيد نضيف عليها كبد الدجاج وراح نقلي هذيك الكبد مع الثوم ونزيد نضيف له التوابل وملح فلفل لكسبر وبرقارند من بعد راح نضيف حوالي كاس واحد ماقيس ما يتغطى لي فقط هذيك الكبد ونخليها حتى الطيب تماما نصفيها من هذيك المرق من بعد راح نحط كبد الدجاج في تاس الميكسر وراح نضيف هذيك المرق تدريجيا من بعد راح نزيد نضيف حوالي ملعقة كبيرة جبن طاري ولا جبن كريمي حاول انك تستعملي الجبن كريمي ومن الاحسن انك تستعملي كيري نوعية الجبن كيري راح نتحصل الى هذا العموس راح نعمرها في جيب حلواني ونبدأ نعمر هذيك العجينة اللي كنت طيبتها كما راكم تشوفو بعد ما نعمر هذيك اللي تغطيلات الملحين بالعموس للكبد راح نزيدها بورقة المعدنوس وقطعة من كبد الدجاج اللي كنت قليتها يعني عادي يعني حمرتها في الزيت ونقدمها بهذا الشكل هذي المملحات تقدري ترشي عليهم كمية من سينوج هنا لكي الاختيار في التزيين وكل وحده في طريقتها في التزيين انا حبا تكون تزينتهم بسينوج وحبا تخليتهم كي مراهم يا ربي تعجبكم وصفة نهار اليوم اللي هي مملحات بموس الكبد وتجربوها كالعادة وتخليوا لي تعليق اسفل الفيديو بتعليقاتكم محفزة والمشجعة ولا تخليني نزيد نحط لكم جديد ما بقى لي غيرا نقول لكم نلتقي في فيديو اخر مع وصفات اخرى ان شاء الله بلا ما تنساوا حبيباتي تشاركوني تطبيقاتكم لوصفاتي عبر موقع الكوكباد اللي راح اخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله وإلى اللقاء نلتقي في فيديو اخر سواء كانت وصفة حلوة او مالحة وإلى الملتقى ان شاء الله